اشتركوا في القناة لا يضيع عمل عامل إن كان عمله مخلصا لله عز وجل فإن الله لا يضيعه قد تضيع أعمالنا وأعمال العباد بين العباد أعمال الناس قد تضيع بين الناس قد لا يقدر أحد عملا قمت به من أجله وله قد تعطي لأحدهم مالا أو تقرضه قرضا أو تسعفه في حاجة من الحوائج لكنه ينسى ذلك ويتنكر لكن عند الله لا تطيع الأعمال الصالح من يقوم بعمل صالح في سبيل الله ولله فإن الله لا يضيعه إن الله يجعل ذلك العمل وينميه يجعله خالدا ويربيه ليس فقط يبقى كما هو وإنما يزداد وعبد الله الرضيح هذا الطفل الصغير الذي قدم دمه لم يقم بأي عمل لكن قتلوه ظلما وعدوانا لا يضيعه الله عز وجل يجعل ذلك الدم الذي يملأ السماوات بعض الذين ماتوا وعادوا أي أولئك الذين من الناحية الطبية اعتبروا موتا ثم عادوا رأوا السهم الذي قتل به عبد الله الرضيح فأحدهم يقول رأيت أن كل ذرة تقول هذه الكلمة التي نقولها نحن في زيارة الإمام الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك تقول سمعت هذه الكلمة من كل ذرة من ذرات الكون الله لا يضيعه عمل عامل سواء كان رجلا امرأة كبيرا صغيرا كان إماما كان مأموما كان إنسانا عاديا العظماء هم الذين يقومون بأعمال عظيمة فالعظماء لا يولدون عظماء ما عدد الأنبياء والأوصية هؤلاء أمرهم مختلف لكن بقية الناس رجل عادي يقوم بعمل عظيم يصبح عظيما طفل صغير يقدم دمه يصبح عند الله كبيرا لأن الموازين عند الله كما قلت ليست هي الموازين عندنا الموازين عنده مختلف نحن نعيش في هذه الحياة ضمن السنن الإلهية ضمن الموازين التي وضعها الله ونتيجة الحياة هي الموازين التي وضعها الله وليس ذا التي وضعها الناس ومن هنا فإن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى وأعظم عمل قام به أحد هو أن يستشهد وأن يضحي بنفسه في سبيل الله وإن كان طفلا صغيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر